منذ أيام عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة واللي انتهى يوم الاثنين الماضي الجامعية العموية للاتحاد الانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد تجديد الثقة في الأستاذ كمال أبو عيطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عشان نعرف أكتر عن المؤتمر التأسيسي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وانتخابات مجلس إدارته حيكون معانا فقرة خاصة جداً وحينوّرنا فيها الأستاذ خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً عضو لجنة الإشراف على الانتخابات والاتحاد المصري للنقابات المستقلة صباح خير يا فندم صباح وأيضاً حيكون معانا الأستاذ محمد عبدين وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ده التأذيمة الرسمية دلوقتي بالنسبة لنا وحناك يا شباب فيه النقابات اللي احنا عارفناها نقابات الرسمية يعني وفيه النقابات المستقلة ايه هو بمساطعة شيطا جدا دور النقابات المستقلة وهل هي حتأثر على دور النقابات الموجودة فعليا التابعة للدولة يعني صباح الخير على كل السادة المشاهدين الاول كل سنة وحضراتك وطيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف في الحياة المفروضة ان ادوار النقابات واحدة لكن اللي خلى بقى عندنا فيه نقابات تابعة للحكومة ونقابات مستقلة هو كلمة تابعة للحكومة ان النقابات اللي كانت موجودة بالنقابات العملية كانت في حققتها منحازة للحزب الوطني وتكاد تكون الزراع السياسي للحزب الوطني داخل الحركة العملية كان وزير القوة العاملة هو اللي بيحط قرار الاشراف على الانتخابات فبيخلي المشرفين على الانتخابات المرشحين فبيبقوا مرشحين ومشرفين على الانتخابات في ذات الوقت جزء بالعملية الوائزة وبالتالي الانتخابات ما كانتش بيبقى فيه انتخابات حقيقية وكل قرارات الاتحاد كانت تأييد لسياسات الحزب الوطني ايا كانت هي مدرب العمال ولا لأ حتى في ظل الاضرابات كنا نفاجأ ان رئيس اتحاد العمال وممثلين الاتحاد الرسمي يطلعوا يدينوا اضرابات العمال بدل ما يسندوها فاصبح عندنا نقابات لا تمثل عمال عشان كده الحركة العملية المصرية بدأت تبحث عن نقاباتها المستقلة بس ده كان قبل الثورة طبعا هل مش مفروض بما ان فيه اصلاح عام في مناحق الدولة كلها يبقى كان مفروض يكون احنا نتكلم برضو بوجهة نظر المشاهد يعني ان يبقى تم الاستثمار في النقابات الموجودة في عليا بما انها مفروض بقى مش هيكون لها تبعية لحد خلاص بدل ما نقعد نتعب نفسها ونعمل نقابات تانية مستقلة ونقعد بقى نشوف مين اللقابة اللي صح ومين لا لا ما هو الامر مش مرتبط اولا لحد الان الثورة ما حققتش ولسه وقت طويل جدا وما حصلش تغيير لا تغييرات طفيفة لا تذكر يعني وبالتالي فكرة التغيير لم تتم اتنين هي القصة اهميتها في فكرة الحرية النقابية انه اذا كانت الاحزاب حرة انها تشكل ما تشاء يعني اي واحد يدخل اي حزب هو عايزه واي مجموعة اسس حزبه عايزة هكذا الحرية النقابية من حق العمال يأسسوا ما يشاءوا من نقابات ولا يجوز ان يفرض عليهم تنظيم نقابي واحد بس تشطط النقابات دو ممكن يكون في الاخر يعني بدلا ما يكون في جهة واحدة ان عارف ان هي مسؤولة عن العمال فبالتالي يكون لها قوة بمنطق انه يبقى فيها عدد كبير جدا وبالتالي في بلها تأثير ممكن لو تشتيت يعني فيه نقابة هنا ونقابة هنا ونقابة هنا فما يبقاش لهم نفس التأثير انا ما اعتقدش ان ده تخوف كبير مش هقول ان تخوف مش موجود تخوف موجود بس في النهاية في النهاية انت داخل موقع عمل لو النقابة هتمثل العمال بشكل حقيقي العمال هيروحوا لها لو النقابة مش هتمثلهم بشكل حقيقي مش هيروحوا لها وفي النهاية احنا مش بنقول ان النقابات ما تتوحدش ما عايزين هتتوحد بس يبقى توحد اختياري ما يبقاش مفروض بالقانون يبقى متاح بالنسبة لهم ما عايزين يتوحدوا اختاروا انهم ما يتوحدوا شايفين ان اداء النقابة دي الادارة اشتريتها او اداءها ما بقاش كويس يقدروا يعملوا نقابة بديلة. سيد الحمد عبدين ايه الدور اللي بتلعبوا بالزبط النقابات المستقلة? وهل هو هيكون بنفس اهمية الدور اللي كانوا بتلعبوا النقابات التانية مقابل الثورة حتى في النظام اول صباح الخير. صباح الخير على كل المشاهدين. عايز اقول حاجة بس بس بسيطة ان النقابات اللي كانت موجودة قبل كده كانش يليها دور. وما كانش حد يحس بيها خالص. يعني العمال نفسهم وده يبنك من المؤشرات ومن الاعداد والاحصيات النقابات اللي انشئت ما بعد الثورة. اه. ليه? لان احنا كل كل العمال لو جيت تسألهم هتلاقيهم بيقولك ايه? مفيش حد اصلا. يعني مفيش نقابات عندنا. احنا عايزين نعمل نقابة وكله بيجري ان هو يعمل نقابة. اه. ليه? لان ما لقوش ان حد بيدافع عنهم. اه. الناس متعطشة ان هي تاخد حريتها وتلاقي حد بيدافع عنها وحد بيجيب لها حقوقها. ده ما كانش موجود قبل كده. انا. فالمجال على فكرة يعني. احنا بنعتبر ان اول مولود للثورة مش مجلة الش هو النقابات المستقلة. اه. الاتحاد المصري النقابات المستقلة. اه. ليه? لان الناس دي كلها اه اسست نفسيها وكونت نفسيها. وزهرت زهرت في الواقع وقصرت اي نعم المجتمع والمشاهدين انا عارف ان اه. مؤخرا. في ناس بتاخد فكرة ان النقابات المستقلة دي بتاعت اضرباته بتاعها جماعة ده الناس دي محرومة محرومة ان هي تاخد حقوقها. وبعدين ما فيش عندها مبدأ المفاوضة. مبدأ المفاوضة احنا مفتقدينه. يعني المفروض ان احنا بنقول ايه? الاضر ده اخر حاجة احنا بنوصل لها. لا احنا ما بنوصلش. احنا عندنا نبدأ بالاضراب عشان نوصل للمفاوضة. يعني مفروض ان انا اخد المفاوضة واخدش صبر الحوار بتاعتنا استكملها بالكامل. وفي حالة عدم تحيير النتائج بوصل للاضراب. لا. لا يبقى اخر شيء. اخر شيء. لا احنا بنبدأ بيه عشان نبدأ نعود على التراويزة. يعني مفيش اصلا. بس انا هكومة عايزين بقى نغير ده. ده يجي بقى هنا دور النقابات المستقلة. ما هو. ما هو للأسف. للأس احنا الادارات عندنا كلها في السواق جل من هو مسؤول عن منشأة عن جاء حكومية او او. ما زالوا هم مشيين على نفس السياسة القديمة. لذلك هم حبين النقابات القديمة. كرهين النقابات المستقلة. ليه? لان النقابات المستقلة بدأ يبقى لها دور فعال في المجتمع. هيا نتكلم على انشط. اه اي ابدو نتكلم بقى على هيكل التنظيمي وراحة الداخلية للنقابات دير. هيا نتكلم على انشط النقابات المستقلة او اللي جاية. طبعا احنا عندنا انشط نقابة والنقابة اللي كانت م مصر كلها في ظل وجود النظام البائد هي كانت لقابة الدرابة العقرية الناس اللي هما نزل لهم بتروس غالي قال لهم حكومة لهاش دراية يتلوي وتلوي دراية الحكومة ووديهم حقوقهم وحاولهم المدريات للوزارة فهي دي تعتبر هي رقم واحد طبعا معنا المعلمين احنا معنا على فكرة في الاتحاد المصري لقابة المستقبلة كل التواقف تعتبر من اول الطيارين الطيارين ديفا الجوية الدرابة على المبيعات اللي أنا بنتمي لها الدرابة العقرية كل قطاعات يعني كل قطاعات بعد ممثالة عندنا محل تحادي الفلاحين نمعنا معنا اتحاد الفلاحين ضمن التحادي دون دون نقابات المعلي نقاباتا السكات الصحفيين Bardzo أعطرات عن النقابات المهنيات فدل تفضل جهة النقابات المهنية عشان تنشأ لابد كفي قانون من مجلس الشعل حتى المهنيين اللي تُعجين ان ينظمون نفسههم زي الطيارين مثلا بيننظم من باعتبرهم عاملين في الطياران واعتبرها نقابة عمالية وتلك في العلوم لو فيه حد عايز ينظل نفسه باعتباره العاملين في مهنة المهنة فيه فرق بالاتنين لأن المهنية المفروض هي التي تمنح ترخص مزولة المهنة فلابد أن يبقى قانون لأن الدولة تنازلت عن جزء من صلاحياتها ومنحتها للنقابة المهنية زي الصحفيين والمحامين وغيرها لكن ده ما يمنعش أن أي حد عايز يعمل نقابة عملية يعملها النقابة العملية مهمتها أنها تنظم الأعضاء في الدفاع عن أنفسهم النقابة المهنية جزء من مهمها الرئاسية أن تكون بتنظيم إدارة المهنة وتمنح الترخص أنا النهار ده محامي أو إعلامي خلاص وعندي نفس المشاكل جداً اللي بيعاني منها العمال وده اللي قد بيهم أن هم يعملون نقابات مستقلة اللي يمنع أن أنا أعمل كمان نقابة مهنية مستقلة نقابة محاميين مستقلة نقابة إعلامين وعلى فكرة كان فيه منادابة طيب إحنا بس عايزين نفصل المحامين عن الإعلاميين المحامين في إدارة المهنة عندهم النقابة بتاعتهم حل ماشي لو إحنا كمجموعة محامين عايزين نعمل تنظيم عمالي خلوصحفيين تحياني بينهم وعنهم نقابة قائمة وعاملة وناشط ورسمي الصحفيين بقى عندهم الاتنين عندهم نقابة الصحفيين اللي تمنع ترخيص مزورة المهنة ونقابة العملين في الصحافة كنقابة عمالية الاتنين موجدين إحنا يمكن شايفين ده المدخل تالي عشان يبقى فيه برضو نقابة للصحفيين بس المسمى هو المختلف لكن العاملين بالصحافة العاملين بالطيران على فكرة ده موجود من سنة 76 مش مدخل يعني من سنة 76 التنظيم العمال الرسمي فيه نقابة العاملين بالصحافة والصحفيين العاملين نقابات مستقلة للدفاع عنهم برضو في التنظيمات الجديدة أنا النهارده عامل بالصحافة أو عامل بالمحامة أو عامل ولجأت للنقابة المستقلة إيه اللي خليني ألجأ للنقابة لسه ما بقاش لها دور فعلي ما عندهاش ميزانية ما عندهاش تقدم ندهاش تديني خدمات وأنا بلجأ للنقابة لي عشان تشوف لي حقوقي وتديني خدمات اللي عايزة أقوله وليه أستعيد بيها عن النقابة الموجودة اللي عايزيني أقوله أن النقابة مخلقتش أنها تقدم خدمات النقابة خلقت في البداية للدفاع عن حقوق الحقوق الحقوق رقم واحد الخدمات دي تيجي رقم عشرين حال ليه لان انا مهمتي في الاول خالص ان انا دفع عنك ان انا حسنك ظروف وشروط العمل كل الكلام دو ودخلك وساعات العمل وكله اخر حاجة تيجي عندي في الترتيب خالص هي الخدمات الاجتماعية بس ازاي اخر حاجة لان احنا في مجتمع اعتقد واسبتت على فكرة في الانتخابات اللي على مدى السنين في النقابات الموجودة رسميا سواء مهنية او عملية او غيرها ان اللي بيكسب هو اللي بيدي خدمات هو اللي بيدي علاج هو اللي بيدي سفريات هو اللي موجود على طول بيرد على الناس في التليفون وبيساعدهم بيقولك انا راجل ده الراجل ده بيساعدنا فحننتخبه تمام كلام حاجة بتقوله جميل جدا بس احنا كنا في ظل ان محدش بيقدر يدفع عن حد يعني محدش كان بيقدر يدفع عن حد لأ احنا عايزين يبقى في كل مكان فيه نقابة حقيقية تقدر تدفع عن العمال هو اللي يدفع ما ينفعش يخدم ما هو اللي بيدفع ده بيخدمك هو لو دفع عنك وجاب لك هو وكلها انت مش تحتاج منه الخدمة دي خالص هو يقدر يخدم نفسه فرق الخدمة وفهم الخدمة ايه يعني كل اللي دخل نقابات عارف ان حجم الاشتراك اللي بيدفعه قليل فميزانية النقابة قليلة فايه تصور الخدمة اللي انت عايزة منه تصور الخدمة ايه اللي هي فكرة الدفاع ان انا اطلب من العمل يوفر تأمين صحي كويس ان انا في حالة التحقيق مع العامل لازم يبقى فيه ممثل للنقابة حاضر ان ما بقاش فيه تعصف معاه هي فكرتها ايما على التضامن العمالي لمنع الاستغلال او منع تكسيف الاستغلال فكرة ان يكون فيه وسيط او حاملية ما بيني وما بين جهة العمل او ما بيني وما بيني وما بيني فكرة الخدمات التسكفية والطرفهية والاجتماعية كل ده مرتبط بفكرة ايه تحسين حالة اللي والميزانية دي بتيجي من اشتراكات الاعضاء اللي في حد ذاتها بصير وده يرجعنا لسؤال تشتت النقابات وهنا برضو لو ما عنديش نقابة واحدة قوية هي اللي بتاخد ميزانية فعلية من عدد المشتركين او من عدد المنضمين لهذه النقابة لو عندي كذا واحدة صغيرة هتبقى الميزانات صغيرة ايه اللي يمتع بقى يبقى عندي نقابة واحدة ناجحة رسمية او مستقلة وفي الاخر هي اللي تكون نقابة قوية بقوة ميزانيتها وبقوة اعضاءها وبقوة دورها كلام ده صح كلام جميل جدا وهو على فكرة دايما دايما احنا بنقول ان الأجود هو اللي هيستحوز يعني بمعنى ايه لو حدرت كذلك متخيل كده ان هيبقى فيه كذا نقابة واحدة والعمالية متشتتة لا اذا النقابة المستقلة بتمنح للأفراد ان انت النقابة اللي انت عايز تنضم ليها نضم ليها تمام بس هيجي وقت عليك انت هتشوف فين المكان اللي بيخدم أعضاءه فهتبدأ تنسحب وتتجه ليه في الحالة دي هتلاقي التوحد احنا نفس كمالة بقيتها بيقول ايه تعددية من غير سبب قلة قدب وهي دي احنا معترفين بيها ليه احنا التعددية دي جات نتيجة ان فينا نقابات عندها وكانش بتقدي خدمات فهو ما بتقديش ومش بدورها المناسب ففي الحالة دي لا انا عايز الناس هتبدأ تجمع نفسيها مجرد ما بقى اليها كيان محترم بيقدر يدفع عنهم هتلاقيهم متوحدة حوالين الكيان دوت مش هي ما فيه التعددية اللي هي موجودة دي حاجة تايبا الاستاذ خيالت قبل ده بس انا عايز اجاوب على السؤال بتاع حضرتك طيب احنا بنأكد ان مفيش حد ضد الوحدة بس مع الوحدة الاختيارية لكن للاجابة على سؤال حضرتك طب ما كان فيه تنظيم واحد بقاله اكتر من 30 سنة قدم ايه لان الوحدة الزائفة بس هو كان زائف بس بس خليني معاك الوحدة الزائفة هي التي تفرض بقانون رغما عن ارادة العمال الوحدة الحقيقية اللي احنا بنختارها طواعيطا هي اللي هتنتج كوة فاحنا اللي احنا بنقولوا ان القانون مايفردش لكن العمال يتوحدوا باختيارهم كده يبقوا اكوية يعني فكرة ان انت بتتصرف نيابة عنهم وان انت فهم اكتر منهم كمشرع لا الموضوع على ارض الواقع في مواقع العمل مختلف اللي هيدافع عن العمال ويبقى جسور في مواجهة الاضانة بتتعصف ضدهم ومش هيبيع العمال حتى في التفاوض مجرد ان هو يتفاوض يبقى عنده قدرة على التفاوض هو اللي العمال هيروحوله اللي هيبيع العمال هيسيبوه ده شيء طبيعي ونحنك ذكرت القانون قوة النقابة تأتي من حريتها قانون اطلاق الحريات النقابية واللي كان فيه كلام كتير جدا وصلنا فيه ايه؟ وصلنا فيه ان نحن دناموزج دناموزج ليه لحد الوقت بنقول الثورة ما كملتش بعد الثورة قالوا احنا عايزين نعمل مشروع قانون الحريات النقابية مهم ولابد يتعرض على مجلس الشعب يا سلام هو قانون الرئاسة اللي انت طلعته يوم 19 اقل اهمية هو قانون الازهر اقل اهمية هو قانون 4 لسنة 2012 اللي طلع عشان يتيح التصالح مع المستثمرين الفسدين في عصر مبارك كل اللي عملوا عقود على اراضي الدولة وعلى شركات الدولة تتصلح معاهم ده ما كانش مهم يتعرض على مجلس الشعب لكن ما زال المنهج التخوف الحقيقي ان الفؤرة ما الهمش على تنظمات العمال ما الهمش في الاحزاب هي دي تنظمات الفؤرة اللي ممكن تدافع عنهم هناك حيلولة دون وجود تنظمات حقيقية تدافع عن العمال لان لو بقى فيه تنظمات حقيقية تدافع عن العمال هي هتقدر تفرض العدلة الاجتماعية هتقدر تخلق التوازل الاجتماعي بالرغم من عدم صدور القانون الا ان برضو الاتحاد اتعامل وانشأوا بقى فيه مجلس انتخابات ومجلس ادارة طب ده تم ازاي وإيه اللي بتعتمدوا عليه احنا بنعتمد في الاساس يعني القانون دوت عبالي 35 ده قانون يعني قانون ليس لقى اي شرعية لان مصر موقع على التفاقات دولية من سنة 2049 و49 المفروض ان انا مبوقع على اتفاقات دولية الاتفاقات دولية ديت بتتحط في مرتبة مرتبة ممارات المبورف المادة 51 من الدستور ان هي مرحلة المفروض ان انا اي تشريع اي تشريع مخالف اعدلها وفقا للاتفاقية احنا للأسف احنا اصدرنا قانون سنة 76 واخلف الاتفاقات فاحنا شغالين على اتفاقات الدولية اللي موقع عليها مصر الاستناد المادة البعاء من اعلان الدستوري اللي صدرت اعلان حرات النقابية اللي اصدروا الدكتور رحمد حسن برا اللي هو كان ليه فضل كبير جدا على مصر كلها ليه لان مصر كانت محطوطة على القايمة المختصرة مسمينها القايمة السودة وبسبب اطلاق الحرات النقابية والعنين الحرات النقابية ده مصر تشاهدت منه احنا ليسا موجودين على الباكليست اللي هي الطويلة ان هو في قايمتين القايمة المتولدة والقايمة المختصرة احنا تشنب القايمة المختصرة ومحطوطين في القايمة الطويلة احنا لو ما اصدرناش قانون الحرات النقابية الناس مش مدركة اللي ممكن يحصل احنا ممكن نرجع لها تاني وهيبقى لها تأثير على التجارة المصرية كلها مش هانيجي وقت علينا مش هنقدر نصدر حبات رز برا طب عشان نقدر نستورد اي حاجة من برا حلو صدق نتخالل نصدر القانون ايه الفايدة اللي حتعود بقى عن نقابات المستقلة بشكل وباشر من نزولها القانون الوضع دلوقتي ان النقابات المستقلة تستند للاعلان اللي طلع من وزارة القوة العاملة ووزير القوة العاملة الجديد مازال مستمر ايضا في دعم نفس الاعلان زائد للتفاقيات الدولية بيترتب على ده ايه بقى انه في النهاية في حرب من الاتحاد الرسمي ضدهم ده انتو متوش شرعيين انتو متوش موجدين بشكل حقيقي القانون اللي ساري ما بيعترفش بيكو فده بيدخل الموضوع في منطقة صراعات ما لهاش اي قيمة لما القانون يصدر هيبقى الوضع بشكل كامل ان انشاءهم وفقا للاتفاقيات الدولية ووفقا للتشريع الداخل لو القانون ما صدرش هل النقابات المستقلة هتموت؟ مش هتموت هتستمر موجودة لانها نشأت عن تلبيت حاجة داخل مواقع العمل محدش هيقدر يلغيها بس هالحاتفضل نقابات المستقلة بتستنزف قوتها وقتها في الصراع ده الفرق وبالتاني ما تقدرش تدي تقوم بقى على نجلها زي ما بيقولوا على الشخطي بقى تشوف شغلها يا عمارة تتخارع عشان يبقى لها دور اصلا لا هقول لحالك العجلاء احنا لدينا دور الحمد والله بس القصة كلها ايه؟ احنا شراياتنا احنا قدناها على الارض بايه؟ باني احنا عدد المشتركين او عدد الاعضاء عندنا دلوتي احنا كالتحاد مصر نقاباتها المستقلة الاتحاد اللي بقى لك احنا وصلنا اتنين مليون وربعمائة وخمسين الف حال حال اتحاد العام اللي هو اللي موجود من من قديم الازال عدد ما يجيبش تاتة مليون وتاتة مليون وهمين تاتة مليون اجباريين مش فاعلين اجباريين اشتراكاتهم كانت اجبارية انت لما كنت تروح تتوظف اي حتة بيمضيك على الورقة عشان انت عضو خلاص انت دخلت عضو في النقابة اجباري يعني اتكلم بقى لجنة الاشراف على الانتخابات كان مين الاعضاء اللي كان فيها ومارست عملها ازاي هو لجنة الاشراف على الانتخابات كان بيرقاسها المستشار اشرف البرودي وكان في عضويتها الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد الناشط للحقوق المعروف وانا بالاضافة وقت التصويت والفرز تم ضم اتنين من النقابيين العراقيين اللي حضروا المؤتمر ضمن الوفود الاجنبية انضموا لجنة الاشراف واشرافوا معنا على الانتخابات الجمعية العمومية تركبتها دي 264 عضو جيوم ازاي ال 264 عضو اتحاد الفلاحين بيمثل بخمس اعضاء لانه اتحاد نوعي اتحاد اقليمي اللي هو اتحاد عمال اسكندرية بيمثل بعضو واحد 24 نقاب عامة كل نقاب عامة بتمثل بخمس اعضاء فيبقى عندي 120 عضو 138 نقابة منشأة نقابة داخل المصنع او الشركة بيمثلوا كل واحد بعضو في 138 دول كلهم يعملوا اجمالي 264 الانتخابات كانت تلات انتخابات انتخاب رئيس الاتحاد وانتخاب مجلس ادارة الاتحاد وانتخاب لجنة المرأبة المالية دي الليحة الاتحاد استحدثتها ان خمسة الجمعية العمومية تنتخبهم عشان ترائب الاداء المالي بتاع مجلس الادارة وبتاع رئيس النقاب في الاتحاد رئيس الاتحاد محدش ترشح ضد كمالة بعيطة لدوره التاريخي في التأسيس وبالتالي فاز كمال بالتسكية في اللجنة المرأبة المالية المفروض خمسة اترشح 13 واحد اتنفسه على خمس مقاعد الجمعية العمومية زي ما قلنا 264 عضو اللي قدلوا بأصواتهم 189 واللي تغيبوا 75 عضو الأصوات البطلة خمس أصوات الأصوات الصحيحة 184 صوت ده فيه الرقابة المالية لها خمس أعضاء في مجلس الإدارة برضو نفس الجمعية العمومية 264 اللي تغيب 75 واللي قدل بسطة 189 عدد الأصوات اللي بطلة 19 عدد الأصوات الصحيحة 170 تم إعلام فوز 20 واحد آخر ثلاثة كانوا أصواتهم تساويت مع بعض فتعملت قرعة ما بين آخر ثلاثة اتكتب اسم كل واحد في يوم وكان فيه طفل حاضر مع والده في الجمعية العمومية ندهنا الطفل اختروا ورقتين منهم وأعلن هو أسماء الاتنين اللي فازوا واسم الستور يعني دنيا مش الانتخابات تمت في المسرح في مسرح مدينة الإنتاج الإعلامي قدام الناس كلها لجنة الإشراف قاعدة قدام السنديق وره مننا كل الجمعية العمومية شايفها وكذلك عملية الفرز واضح حالتك يعني سعيد بطريقة إجراء هذه الانتخابات وصيرها واضح أو راضي عنها أنا راضي لأن كل الناس كانت في الحقيقة راضي عنها نهينا الفرز الساعة 2 بالليل وأعلنت النتيجة أمام الكاف هاي نرجع بقى تاني لما رجوعنا دلوقتي كان الكلام وزي ما تقال إن لم يتم إصدار القانون علشان خاطر ده في قوانين أهم فهمش هنطلعوا دلوقتي طيب ونأسف مفيش أهم معلش ما دلت قال واحد واربعين مليون تركبة العمال والفلاحين على مستوى جمهورية واحد واربعين مليون لما تطلع لهم قانون فهيكون مؤثر عليهم كلهم واحد واربعين مش قلالين في المجتمع المصري ده واحد واربعين غير اللي هما مسؤولين عنهم هاي مفيش قانون بقى دلوقتي الواقع بيقول مفيش قانون صح؟ طيب دلوقتي في مجلس شعب هتروحوا المجلس الشعب ده بقى تقولوا إيه إحنا عايزة أقول حاجة هو التشكيلة بتاعت المجلس الشعب اللي موجودة هي محطوطة في اختبار قدام ده تحصد عليه بصراحة محطوطة في اختبار صعب جدا عليهم طبع ولازم يكونوا محددين وواضحين لو حبوين ان هما يستمروا تمام ليه لأن الناس خلاص ما بقيتش فيش حد يفرد وسيطوا على حد حال ما فيش حد يستمر على طول أدائك هو اللي يفردك على الناس مش مش الشعرات اللي انت كنت بتقولها حال انت النهاردة بقى كان عقابات مستقلة ازاي ممكن فعلا تقدروا تستقل يعني مجلس الشعب يفتكوا في اصدار هزا القانون احنا بالفعل احنا لنا هل لنا أعضاء من ضمنين مستوى سكوان عبوعيتة عضو مجل الشعب حال هو ممسل جوه الى جانب ان احنا اه لازم هنرفع مذكرات نبعاتها لمجل الشعب هناخد طرق طرق التدرجية الطبيعية عشان ما ايه يعني ما يتخدش هلين ما أخذ شبت اقش هل هتبعضوا أدربات بالزبط ها ايه بالزبط هو فيه مشروع قانون جاهز اللي احنا كنا مقدمينه لوزارة الكوة العاملة في الحقيقة مش هيتقدم به كمال عبوعيتة بس هيتقدم به تمانين عضو من أعضاء مجلس الشعب اللي بيمثلوا يعني المعارضة المشروع هيتقدم ليهم وهيقدموه هيتناقش بحيث الحكومة عايزة تقدم مشروع يعني يقدموه ويتناقش الاتنين نما مشروع الاتحاد المصري لنقابات المستقل ومنظمات المجتمع المدني هيتقدم من تمانين عضو خلال هذا الاسبوع حلو لجانب ان نسمعك للنستر خالد مبارح ان هم كمان اجلوا قانون العمل نظر في القانون العمل لانه ليس زوء اهمية في الفترة اه ايه تالي طلبات اللي ممكن تتقدموا بيها المجلس الشعب كنقابات المستقلة اه لا يعني هو يتكلم عن نقابات المستقلة احنا كنقابات المستقلة احنا مش محيزين حاجة ولا من الحكومة احنا مش شعب ولا اي حاجة غير هو القانون بس يصدر احنا نعرف نظم نفسينا كويس ونعرف نشتغل على ارض الوقت كويس وهو مجرد ان القانون يصدر احنا مش محتاجين حاجة ولا من الحكومة ولا من مجلس الشعب انا بنا تبقى عندي سؤال ليه؟ ليه؟ هقول لحاجات كي لان احنا كنقابات النقابة معروف ان النقابة احنا عندنا تلات تنظيمات جوا المجتمع الحكومة واصحاب الاعمال والنقابات التلاتة دول ما ينفعش ان يكون في الارتباط وصيق ما بينهم لازم كل واحد فيهم بيشتغل بمعزل عن التاني تمام تمام لو حصل الارتباط ده يبقى احنا بنخلق اتحاد قديم وفقا الاتحاد اللي هو الحكومي احنا مش عايزيه اتحاد حكومي الاتحاد مستقل يدفع عن حول عمال بيشتغل صالح العمال ما ينفعش ان احنا يكون في تعاون ما بيننا وبين حكومة الا فيما هو المصلحة العامل تفاوض يعني اه بس في فرق بين التعاون او كان بيسمى في الماضي التواطق بمعنى ان انا النهاردة ارجع اقول تاني نفترض جدليا ان النقابات المستقلة ايه تتحن مع النقابات العامة الموجودة فعليا تمام بيحس ان يكونوا قيان قوي مضمونة استقلاليته ده حيكون بضمانتكم انتو بضمانة القائمين على هذه النقابات اوكي ايه المانع ايه المانع اللي احنا عندنا زي ما في العالم كله اه فيه نقابات مستقلة في العالم كله لكن فيه ايضا نقابات قوية موجودة لها كيان ولها رسمية وشرعية مستمدة من دعم الاتنين من دعم العمال ومن دعم النظام ايان كان اول بتاع وفي الاخر ده حيديها قوة ويسهل ويوفر الطريق بدأ معلطول بقى راحين وجايين ولا احنا مش مستقضين ولا احنا عمين ده في استحالة ليه؟ ليه لان القيادات اللي موجودة لحد دلوقتي بتدور الاتحاد هي القيادات اللي وفقت على بيع القطاع العام اللي كانت موفق على خصصة العامة للتأمين الصحي اللي ثابت اموال التأمينات الاجتماعية الضيع اللي سهلت اصدار قانون العمل يعني كل القيادات دي ما زالت موجودة من الاستحالة بمكان انها تلعب دور البطولة في النظامين نظام مباركة انه شغالين عنده والنظام الجديد بحد الثور لابد ان اتحاد الرسمي او كل يعني فيه قيادات شريفة موجودة في الاتحاد بسي مش فيه انتخابات؟ خلينا كم تفضل ما هي دي اقدر رهان فيه قيادات شريفة موجودة في التنظيمات النقابية الرسمية مش معنى كده انها لكن هي مش واخدة فرصتها لان الانتخابات كانت تتم بشكل مزاوى لما تتعمل انتخابات ديمقراطية في اللجانة النقابية والنقابات العامة والاتحاد الرسمي اعتقد ان التلاقي ما بين الاتنين امر وارد وسهل جدا بس بشرط يتم التخلص من القيادات اللي كانت موجودة في عهد المبارك من الصعوبة بمكاني هل مثلا ممكن يكون فيه عزل زي يقولوا عزل السياسي ولا هم هينزلوا وحيخسروا اضمن انتخابات ديمقراطية هيخسروا فقط انتخابات ديمقراطية فيها تنافسي وانتو بديتوا مثال انتو كان لقابات مستقلة لا زي حكم لكال وحدك راضي على انتخابات انتو بديتوا مثال ان ممكن الانتخابات توجروا تمام بعدها هيحصل التلاقي حتما حتى لو ما تحاولوش الاتحاد واحد على الاقل هيقداروا ينصدقوا بينهم وبين بعض لان المطالب هتبقى واحدة المطالب بتاعت الاتنين هتبقى واحدة لو هما الاتنين بيسوى لماسلحة العمال هيكون مطالبهم الاتنين واحدة فمش أيها فيه تعرض ما بينهم من بعض وهو ده ملخص الكلام فعلا المطالب في الاخر واحدة كل الكلام ده وكل الرهي ده عشان في الاخر نوصل لحاجة واحدة بس للعامل المصري يكون صح وانا غلطان ان في حاجة بس 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 بسيطة بسيطة وسريعة جدا ان احنا عايزين نوجه الشكر من منظومات العملية الدولية. الاتحاد الدولي وسن نقابات. الوفود كلها اللي جات لنا على مستوى العالم وحضرة الانتخابت بتاعتنا ن وما سالين وشاركوا في العملية الانتخابية والعملية يجريت مبينهم والحدحل اللي كانت موجودة في الانتخابات هم كانوا بسطين جداً بها. شاركو الشهد. لا ما مشاركو الشهد صارت خرج Living эн شاذات ب remains زمل اللي هما العراقيين اللي نضمهم لعملية الفرز كانوا كمتفرجين وشايفين العملية وشافوا الحدح اللي كانت موجودة في الانتخابات وكانوا مبسوطين وأصدروا بأن هم عملوا يوم يوم التضامن مع عمال مصر. ده كان يوم ثلاثين أو يوم واحد وثلاثين بعد الانتخابات بيتضامنوا فيه مع عمال مصر كلهم. معظم الحركات اللي كانت على أرض في العالم كله في أوروبا تحديداً كانت من العمال. العمال هم جزء مهم جداً من النظام. هم دول عمود من أعمدة الاقتصاد. فعلاً بنتكلم عن عجلة إنتاج. يريد تكون العمال فعلاً لهم نقابات قوية وكمان المهنيين اللي هم العاملين والمهنيين برضو. يعني الناس كلها يباليها نقابات تشرفهم وتتدفع عنهم بغض النظر عن المسمى وأعتقد اللي ده مهم جداً. وياريت يحصل زي ما كان الأستاذ خارد بيقول أن يبقى انتخابات فعلاً عادلة والله اللي يعرف يقعد يقعد والله مش هيعرف يقعد يقعد يمشي. بدا ما حمين خالب مع بعض كده. طيب الأستاذ خارد علي رئيس المركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو دجلة الإشراف على انتخابات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مشكرك شكراً جزيلاً. نعم. وحنتبع ما حداك طبعاً اللي بيحصل في هذا الموضوع. أيضاً الأستاذ محمد عبدين عضو مجلس دارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بنحييكوا على تجربة متميزة وإن شاء الله يا رب يكون لها فعلاً جدوى وقانون الحرات النقابية يطلع. فأقرب فرصة ياريت. إن شاء الله. ويكون مهم برده. نعمنا مؤمن إن شاء الله أصدر. إذن الله. شاهدين من الحديث عن النقابات وعن العمال. هنروح لحديث الأربعاء. خليكم معنا.